مباراة اقول لها فواية كثيرة جدا جدا اول حاجة انك انت بتأكد تفوقك في اخر اربع خمس مباريات من الدور العام سلسلة انتصارات بتأكد قديل انتصارات بتستمر في انتصاراتك مهم جدا الفترة اللي جاي في يوت شر هو اللي فوقينا في الاسب بفارق بونت مش عايز اقول ناخد مركز الثالث لان دي برضو مش قيمة نادي الزمالك ولكن في الوقت الحالي والظروف اللي اتعرض لها الزمالك وقلناها كتير هنا فارق اتنين بونت عفوا فوز الزمالك هيصعد به مركز الثالث على الاقل ودي نقول يعني ممكن اكتر حاجة ممكن نوصلها في فترة اللي جاية مع مستر اوسريو بعد ما حصل حاجات صعبة جدا علينا كجماليين نادي الزمالك فيش ادارة ادارة رحلت ثم جعادت ثم جمدت ثم ثم حاجزة على اموال حاجات كتير جدا تعرض لها الزمالك هذا الموسم قدت ان احنا في هذا المركز اللي احنا يعني مش مبسوطين منه ولا يليق باسم نادي الزمالك ولكن قدر الله ما شاء فعل ان شاء الله بإذن الله فوز النهاردة برضو مهم جدا لحسب المركز الثالث وانا صعبان علي يقول ثالث يعني لكن هنعمل ايه يعني اضع في الامان زي بقوله الحاجة الاهم من انت داخل على مطش القمة مع نادي منافس يوم الخميس ان شاء الله فوز النهاردة يديك رفع معنوية كبيرة جدا يرجع ايضا ثقة اللعيبة في نفسهم يدي اطمئنان لجماهير نادي الزمالك العريضة في هذا اللقاء بتلاعب فرقة محترمة فرقة كبيرة فيوتشر متعدلة مع الاهل من اسبوعين ان شاء الله بإذن الله النهاردة نحقق انتصار بإذن الله يسلك صدور الجماهير الزمالك وبالتالي زي مولتو حضراتكو ان هو دفع معنوية كبيرة جدا في لقاء القمة ان شاء الله يوم الخميس